ترأسه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وهو الاجتماع للجنة الاقتصادية لمواجهة تأثير الأزمة العالمية على السرع الاستراتيجية وتم الإعلان عن حزمة من القرارات والإجراءات المالية وأيضا الاجتماعية وتم تخصيص مبلغ 130 مليار جنيه للتعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية الحالية وتخفيف أثرها على المواطنين سيتم توفير 2.7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفدين من تكافل وكرمة وأيضا 190 مليار جنيه للهيئة القومية للتأميل الاجتماعي لصرف الزيادة السنوية في قيمة المعاشات بنسبة 13 في المائة تحدث أيضا رئيس البنك المركزي دكتور طارق عامر عن الإجراءات التي اتخذها البنك واتخذتها الدولة سواء في خلال أزمة كورونا أو في خلال أيضا تدعيات العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا من أجل محاولة دعم الاقتصاد المصري وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطن المصري مع التأكيد أيضا على ضمان توفير هذا طبعا من جانب رئيس الوزراء على توفر السلع الأساسية والاستراتيجية في السوق المصري والعمل على التخفيف من حدة تدعيات الأزمات المتتالية على الاقتصاد العالمي وبالتالي على الاقتصاد المصري ينضم إلينا عبر الهاتف الآن دكتور كريم عادل رئيس مركز العادل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية دكتور كريم كيف ترى هذه الإجراءات الاقتصادية وأيضا الحمال الاجتماعية التي تم الإعلان عنها منذ قليل مساء الخير على حضرتكم على السبب مشاهدين طبعا هي حزمة من الإجراءات الضرورية في هذه المرحلة بتعكس كراءة الدولة أو سرعة كراءة الدولة للأحداث والمتغيرات العالمية بتعكس وجود إدارة أزمة قوية وإدارة أزمة ناجحة قادرة على اتخاذ حزمة من الإجراءات التحفيزية سواء على المستوى الاقتصادي أو المستوى الاجتماعي بحدث الخروج من أزمة عالمية أدرت بكافة اقتصادات دول العالم واللي بيعتبر الاقتصاد المصري جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي بيؤثر فيه وبيتأثر به طبعا حجم الدعم القدم سواء في زيادة الأجور والمرتبات سواء في حجم الأحساءات الضربية أو في دعم القطاع البورصة جميعها بتعكس موجود قوة للاقتصاد المصري وقدرة على مواجهة مثل هذه الأزمات وده بيعتبر من مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي اللي بيساعد على توفير احتياطي نجدي وتوفير سياسة مالية ونجدية قادرة على إحداث المتغيرات بما يتواكب مع المرحلة الحالية كيف ترى إمكانية تعافي أو المرونة التي سيتعامل بها السوق المصري مع هذه التداعيات في ظل طبعا الإجراءات التي أعلن عنها رئيس الوزراء وستتخذها الحكومة في الفترة القادمة يعني طبعا هي طبعا مرحلة حارجة الدولة المصرية قدمت مبادرات وقدمت مجموعة من الحوافز الاقتصادية بهدف تخفيف من الأعباء المادية على مختلف طبقات المجتمع والأسر المصرية أرى أن في الفترة القادمة سيكون هناك أيضا نوع من زيادة الرقابة على مختلف الأسواق لتوفير السلع الأساسية بصورة كاملة من ناحية والحد من ارتفاعها من ناحية أخرى وكده بتقدر الدولة تحقق نوع من الاستقرار في معدلات التضخم والرقابة على الأسواق خلينا نشير لنقطة مهمة جدا وهي نجاح الدولة في توفير السلع الأساسية في توفير بديل للقمح الروسي من خلال استراتيجية انتهجتها على مدار السنوات الأخيرة بإنشاء الصوامع والتوسع الأفقي في المساحات المزروعة من القمح كل هذه الأمور بتحدد نسبيا من مضاعفات هذه الأزمة العالمية على الاقتصاد المصري والسلع الاستراتيجية فيه حديث دكتور طارق عامر عن قدرة السوق المصري على عبور تدعيات أزمة كورونا الأي مدى هي مؤشر أيضا على قدرة السوق المصري على عبور هذه الأزمة المتعلقة بتدعيات الحرب الأوكرانية هل يعتبر ذلك ما حدث في أزمة كورونا مؤشرا على كيفية التعامل مع الأزمات بشكل عام؟ هو مؤشر من ناحية أن الدولة المصرية كان لديها مجموعة من الإجراءات والأدوات الخاصة بإدارة الأزمة والإجراءات الاستباقية للحد من تأثيراتها على الاقتصاد المصري وده كأن نتيجة صلابة ومرونة الاقتصاد المصري اللي بتعد أيضا أحد مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي طبعا إدارة الدولة المصرية للملف الاقتصادي خلال أزمة كورونا هو بيعتبر مؤشر جيد لأنها نجحت في تحقيق معدلات نموة إيجابية من ناحية نجحت في تقديم الدعم لمختلف القطاعات المالية والاقتصادية والإمتاجية داخل الدولة وبالتالي هنا بيعكس أن الدولة المصرية قادرة على العبور من مثل هذه الأزمات خاصة أن هذه الأزمة هي أزمة بنأمل أنها بتأخذ وقتها وبتمر سريعا لأن ارتفاع الأسعار هو ليس نتيجة زيادة الطلب ولكن هو نتيجة ارتفاع أسعار المعروض نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج وتكاليف الشحن والنقل طيب يعني أريد أن أسأل سؤال أخير دكتور كريم عن تحديد أسعار الخبز يعني كان الفترة الماضية هناك لغة حول تقديرات الارتفاع في أسعار الخبز اليوم صدر قرار بأوزان معينة وبمقابل مادي معين ما هو المطلوب بقى لضمان التزام المخابز والأفران وبقاع الخبز بهذه الأسعار يعني كما أشرت لحضرتك في بداية الحديث نحن المرحلة القادمة هي كما شهدت وستشهد دعم لمختلف القطاعات الاقتصادية فهي أيضا ستشهد المزيد من الرقابة على المخابز والمنتجين بصفة عامة لمختلف السلع الأساسية طبعا الخبز هو لقمة العيش الأساسية لمختلف الأسر المصرية بمختلف الطبقات وبالتالي كان لابد من المزيد من الرقابة كما فعلت الحكومة المصرية بتحديد أسعار وفقا للأوزان وده طبعا هيصحابه المزيد من الرقابة على المخابز وكافة المنتجين للخبز شكرا حضرتك شكرا جزيلا دكتور كريم عادل رئيس مركز العادل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية وبينضم إلينا أيضا عبر الهاتف دكتور محمد الشاوت في أستاذ الاقتصاد بجامعة الزقزيق تعليق الدكتور محمد على هذه الحزمة من الإجراءات الاقتصادية وإجراءات الحماية الاجتماعية التي أعلن عنها مجلس الوزراء الحقيقة طبعا نهاردة مجلس الوزراء أصبر حزمة من الإجراءات الوقائية تحسبا لإضافة الأزمة المنتجة عن روسيا وإسرانيا والحقيقة كان هدفها مجموعة من الحاجات أول هدف من هذه الحزمة هو المحافظة على مستوى السيولة من النقد الأجنبي والمحافظة على احتياطيات النقدية على أساس أن هذه الأمور لو كانت استمرت كان ممكن تتصرف هذه المقادرات أو الاحتياطيات وتكون في صف السودة وليست في صف البنوك المصرية أو المصرف المصرية الأمر الثاني والمهم جدا هو المحافظة على السيولة بمعنى أن دولة تحافظ على مقدار السيولة الموجودة في البنوك حتى تستطيع أن توفق الاحتياجات الأساسية والاستراتيجية التي كانت موجودة الأمر الأهم من ذلك هو المحافظة على أصول الدولة المقدرات المالية وأصول الدولة والمحافظة على القوة الشرائية الموجودة وبالتالي التوازن بين القوة الشرائية وبين السيولة النقدية وبين تحقيق الردحية بالنسبة للمؤسسة المعادلة صعبة الحقيقة لكن استطاعت الدولة أنها تأخذ مجموعة من الإجراءات الاستباقية لمواجهة الأزمة والحقيقة طبعا كان برضو هنا لو أدأ أن نشيد ونشير أن هناك كان الإجراءات الاستباقية تمت في ديسمبر 2019 لمواجهة كورونا وهي كانت السبب الأساسي أننا حققنا معادلات إيجابية لذلك أنا متفائل جدا النهاردة بما قامت به الدولة من خلال الإجراءات وهو لم يأتي بعيدا عن ما يحدث في العالم العالم جميعا قد انتفض كثيرا جدا لمواجهة أزمة أوكرانيا روسيا لعدة أسباب أولا هذه أزمة تمشي الاقتصاد العالمي وتمشي قوة اقتصادية كبيرة جدا وستؤثر على العالم تأثيرا كبيرا سواء في تضخم أو ارتفاع الأسعار وكذلك ستؤثر على معادلات التنمية والنمو ويمكن أن تؤثر على حركة الشركات والإنداد واللوجيسيات وبالتالي تأثير على حجم البطالة لذلك ما تم اليوم في الدولة المصرية هو نوع من أنواع التكيف مع السياسة العالمية الدولية في الاقتصاد ونوع من أنواع الاحترازية وزي ما تفضل دولة رئيس المزراء وقال إننا اعتبعنا الأكثر تشعؤما وفي الأزمات دائما نتبع الأكثر تشعؤما حتى نصل إلى الأكثر واقعية والأكثر موضوعية طيب دكتور محمد يعني الإجراءات التي أعلن عنها البنك المركزي المصري كيف ستؤدي إلى استقرار سعر الصرف أيضا نسبة الفوائد التي أعلنت عنها البنك إلى أي مدى ستؤثر على الاستثمارات الخارجية في مصر يعني إحنا أعلننا عن إجراءات لكن كيفية تكيف باقي المؤسسات مع ما تم إعلانه من إجراءات هو أولا ما اتخذته الدولة المصرية من إجراءات هو التمشي مع اتجاهات السوق السوق التحربكة بالأمس وأول أمس وخلال الأسبوع الماضي نحو هذا الاتجاه بمعنى زيادة الأسعار زيادة السعر العملة كل هذا فإذا في هذه الحالة عندما قامت الدولة النهاردة هي قامت حتى لا تتسرب الموارد النقدية والاحتياط النقدي والعملة الصعبة أو العملة الحرة من الدولة المصرية إلى السوق الحرة هناك نجراء احتراجي أما عما سيحدث أو من المتوقع عليه أولا هو الهدف الأساسي هو استقرار الاقتصاد والمحافظة على معدلات النمو والمحافظة على الزخم الاقتصادي والمشروعات تكون شغالة ومتوسطة الأمر الثاني أنه في هذه الحالة هذا الأمر سيؤدي إلى حاجتين الحاجة الأولى هو أنه يطص السيولة في داخل السوق المصري كمان هيدي فرصة للدولة المصرية عندما تصدر سنداتا وسنداتنا بتعتبر استثمارات للجهات الأجنبية والخارجية ففي هذه الحالة المستثمر الأجنبي سيقبل على هذه السندات بهذه الفوائد التي حددها البنك المركزي معنى ذلك أن الدولة المصرية هنا بتحافظ على أساس يكون التدفقات النقدية الداخلة في الدولة المصرية للتأثر وفي نفس الوقت حركة السوق الداخلية تكون متوازنة ده في حد ذاته بيأدي إلى استقرار السوق ثانيا بيأدي كمان على أساس أنه هو يعطي فرصة للبنوك على أن تحرر سياساتها النقدية وتعطي ائتمانا وتحرر هذا على أساس أنها تقدر تمنح ائتمانات للشركات المتوقعة تعثرها وحتى لا تتوقف المشروعات التي قامت بها الدولة المصرية كل ذلك هو مواجهة لأزمة اقتصادية تطلق عليها أنها أزمة عنيفة لم يتعرض لها العالم خلال الخمسين سنة الماضية وهي خارجة من أزمة أخرى هي أزمة كورونا معنى ذلك أنها أزمة مركبة هنا الدولة المصرية النهاردة لازم نحيي السياسة النقدية التي فيها والسياسة المالية على مواجهة ذلك وسرعاته حتى كان متوقع أنهم اجتمعوا يوم 24 اجتمعوا النهاردة معنى ذلك أن الوقت لا يتحمل التأخير لأن حركة السوق العالمية كبيرة والعالم جميعا قد تحرك لما نقرأ النهاردة كل المؤشرات بنجد أن أكثر من 80% من دول العالم اتخذت إجراءات احترازية لمواجهة الأزمة العالمية الموجودة وهي لا يتوقع أحد متى تنتهي وفي نفس الوقت لا بد أن يواجه هنا الاقتصاد الأمر الثاني بقى المهم جدا أنه سيعطي الاقتصاد المصري قوة على التحمل الذاتي بمعنى أنه يشجع الاقتصاد الانتاج المصري على أن يحل محل الواردات وده في حد ذاته حيبقى فرصة كبيرة لاقتصاد المصري وهنا نوجه حاجتين الأزمة دي مختلفة عن أزمة كورونا أزمة كورونا كان السوق مغلق لكن الأزمة هنا أزمة نسكوحة بمعنى أن الاقتصاد المصري يتحمل التدخم الخاص بالسوق المصري ويتحمل أيضا التدخم بالسوق العالمية باعتبار أنه عنده مكون انتاجي كبير من المعتمد على الواردات فده يخلي هنا أن الدولة المصرية تتعامل في هذا الاتجاه وفي الدولة المصرية تحقق ما تم عليه وأنا أعتقد كمان أن هناك إجراءات ستتم أحسن حاجة كمان اللي هو الحماية الاجتماعية وزيادة المراتبات العجلة ده بيدي فرصة أن المواطن المصري يتحمل مع التواب يعني هذا ما أريد أن أسأل عنه دكتور محمد وهو المواطن هو الحلقة الرئيسية في كل هذه التغيرات وفي نعكاس حتى الإجراءات التي تتخذها الدولة لموجهة الأزمة العالمية الحلقة الأساسية هي المواطن كيف يمكن للمواطن أن يتجاوز هذه الأزمات المتكررة التي قلت أنها لم تحدث في التاريخ يعني أزمتين متتاليتين وتأثيرتها الاقتصادية عنيفة جدا على الاقتصادات وبالتالي على المواطن كيف يمكن المواطن أن يتعامل مع ذلك المواطن هنا قدام عدة خيارات الخيار الأول هو ترشيد الانفاق لازم هنا يبقى عنده أولويات يرشد انفاقه لأن الأسعار بتزداد والتضخم بيزداد وأن الحكومات في كل دولة لا يمكن لها أن تتحمل أو تواجه ذلك بنفسها فهنا لابد أن يكون المجتمع المدني والمواطن شركاء أساسيين في التعامل مع هذه الأزمة من خلال أولا الترشيد الانفاق وتحديد أولويات خلال الفترة المقبلة الأمر الثاني هو كمان تيفية توجيه الدخل بتاعه على أساس الأساسيات ويحفظ عليها وكمان في نفس الوقت كمان الدولة لازم تواجه بمجموعة إجرائية كبيرة جدا زي اللي هو ضبط السوق والمزيد من المجمعات الاستهلاكية لتقدم للمواطن الخدمات بسعر موازي سعر بعادل مواجعة ولا تترك هذا الأمر للقطاع الخاص بصفة عامة أو التنمية معنى ذلك أن هنا نهاردة نحن محتاجين إلى جمعيات استهلاكية أو جمعيات تعاونية مجتمعية تشتري وتقدم للمواطن منتجات بأسعار حتى يحدث التوازد بالسوق لأن النهاردة السوق الحرة مصر صحيح فيها اقتصاديات سوق لكن أيضا هذه الاقتصاديات السوق ليست كاملة مية في المية وبالتالي يجب أن تكون الدولة واضحة ومحددة وهي قامت النهاردة خلال السبوع اللي فات بيقولون واحد ومجموعات كبيرة لكن كمان لازم مش يقول الدولة بس تكون مجمعات استهلاكية من المواطنين وجمعيات حقوق المستهلك على أنها تقدم سلع في هذه الفترة للمواطن بأسعار معتدلة لأن هناك قاعدة أساسية تقول أن هناك طبقه مرتفع وأسعار مرتفعة يجب على الجميع أن يواجه ذلك بإجراءات احتفاظية سؤال الأخير لحضرتك عن إجراءات ضبط السوق فكرة وجود الضبطية القضائية لمفتش التموين فكرة الإبلاغ عن التجار أو الأفران والمخابز التي تتجاوز في الأسعار الرسمية المعلن عنها هنا ما هو دور طبعا أجهزة حماية المستهلك وأيضا دور المواطن في التعامل مع هذه الأجهزة للإبلاغ عن أي تجاوزات وارتفاعات غير مبررة في الأسعار خليني أكد لحضرتك بجملة أساسية في حالة عدم المنافسة الكاملة فلابد من تدخل الدولة المجتمع يعاني النهاردة من عدم المنافسة كاملة لأن فيك ضعات استثنائية ودولية تؤثر على ذلك إذن هنا الضبطية القضائية بالنسبة للدولة أو المسؤول سواء التموين أو الشرطة تكون أمر واجب ويجب أن تدعم شعبيا ومن حاس الدولة يعني هنا في هذه الحالة لازم الشعب يؤيد ذلك ويكون مساعد لهذه الأجهزة في الإبلاغ عن أي احتكار سلعة بمعنى أن هنا التدخل بالخصة حديد الأسعار هو أمر قد يكون منقوص في إيل الدولة لكن الاحتكار هو أمر في إيل الدولة يبقى هنا المواطن المصري أو المواطن الذي يعلن أو يش أو يبلغ عن أي واحد بيحتاج سلعة ويحتاجزها ويمنع عن تدولها في السوق لأن تدولها هو بيؤدي إلى اتفاع الأسعار أشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد الشواتفي أستاذ الاقتصاد بجامعة الزقزيق على هذه المساهمة معنا في هذه التغطية الإخبارية التي قدمناها لمتابعة حزمة الإجراءات الاقتصادية وأيضا إجراءات الحماية الاجتماعية التي أعلن عنها منذ قليل رئيس الوزراء في مواجهة الأزمة العالمية التي تضرب أسواق العالم بسبب الحرب في أوكرانيا تغطياتنا الإخبارية مستمرة معكم مشاهدين على رأس الساعة القادمة فترة إخبارية شاملة إلى اللقاء